اذا كل يوم تنامت لهالوقت صعب كتير مع دكتور غسان واليوم معنا ضيفنا حسن ضياء عزيزة علينا كتير مش اول مرة بيكون معنا حسن بس دايما بيجي لعننا مع انجاز جديد دكتور غسان صباح الخير صباح النود الله يعطيك العافية لك ومشكور دايما عم تخلينا يعني مع اخبار حسن حسن صباح الخير صباح الخير مرسي على استضافة يعني براودو بي دايما بتخير فيك وبانجازاتك برافو مرسي اللي عم تعملوا بطل لبنان لأول مرة بتكون رسميا للدراجات الهوائية لدوي الاحتياجات الخاصة احرست المرتبة الاولى صحيح برافو حسن 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 انا معك بتقول فرحتي كتير جبير انه نستقبل حسن انا نقول له كلنا مبروك باسم الشعب اللبناني كله لانه بعدكم هادي مباراة اول مرة بتنعمل رسميا بلبنان بقى واول مرة بتتحها حسن مبروك حسن بس منذكر انه عنده جوائز ثانية عنها الفئة عنها الرياضة هيدي بالتحديد ولكن بسبقات تانية مثل ماراتون بيروت وغيرها صح 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 حسن انا بس بدأ اعرفوا المشاهدين يا عارفو هادي الرياضة هي كنية عن الشي اه هي متل الدراجة العادة نعم بس لازوي احتاجات الخاصة بتكون عن نايم وبدل ما تستعمل اه تمشي باجرك تستعمل ايديك اه طريقة هيك بتبرم بايدك اه يعني بتكون كل شي بايدك مزبوط مزبوط كل شي بتتحكم بايدك حسن وين كانت المسابقة اه اه كم كان عدد المشاركين يعني انت طلعت الاول بين عدد المشاركين صح اه هي اواشي كانت مسابقة بطولة لبنان للبارا سايكلينك او بطولة لبنان لزوي احتاجات خاصة اه نعمل على المارينة تباية كنا حوالي 14 اه مشارك اه اللي هو رقم كتير منيح مقارنة بغير دول يعني متل ما بدي اقلك بايرلاند وبسواد وبكذا دول اللي عندن اه اه ميداليات اه ذهبية بالالعاب البرالامبية عندن اشخاص اقل من عدد لبنان عم بيكونوا بمسابقة الرسمية طباة طباة سباة درجات فالبنان اه يعني بلا ننتظر نتيج حلوين على الرد بسويد إن شاء الله إيه هلأ هيدا السبت والأحد عندي سبقين السبق هو تايم ترايل أول واحد 13 كيلومتر سبق ضد الوقت والأحد سبق رود ريس كنا بنمشي مع بعض 43 كيلومتر تقريبا إن شاء الله جيب بوديوم إن شاء الله يا حسن نحن قلبنا رح يكون معك ودعائنا إنه تكون ونحملك المسئولية هيدا challenge نعطينه مننا وإن شاء الله دايما بالطليعة وإن شاء الله بالعالمية بس حسن حسن عمي الأحرز المرتبة الأولى بس نوصل للمرتبة الأولى نحن ببعرف إنه الإنسان بده يركض بده يسابر فيه عزم فيه تمرين بده يعمله فيه تدرب فيه تمرس على هالرياضة حسن شو عم بيعمل هلأ أنا يعني فيه قل لك صار لي كزا سنة عم انتقلت لمرحلة جديدة خلص صارت صارت اللعبة براسك خبرة ورا خبرة بتصير تمرين أكتر وجدية أكتر شاركت يمكن هديك السنة رحتها على معسكر تدريبي بجنوب أفريقيا ومن بعدها شاكت بطوط العالم وكنت أصغر مشترك هونيك كان حواليك أبطال عالم يعني أسامة كتير في هيدا اللعبة مئة بالمئة فهون تصير تاخد الخبرة بتصير تتعلم شو لازم تعمل كيف لازم تتمرن أكتر وأكتر بتجي لهون للبنان لا تحاول تطبقها بالإضافة لأنك كمان بحاجة لدعم هلأ يعني هاي المرحلة كتير تغيرت مثلا صار عندي شريك اللي هو بونك مصر لبنان عم يقدر يدعمني وين ما عم بوصل فولتفوت فتنس سنتر عم بيساعدني للقيقة البدنية اللي أنا فيها كمان في ماراتون بيروت اللي عم ينقل هاي اللعبة لمرحلة كتير بعيدة اللي هو بيبلش فيها تقريبا اللي قدم من حوالي سنتين كزا هاند سايكل عدائين جديد حتى يمارسوا اللعبة ويتطوروا فكله أنت بحاجة لهيك دعم بالإضافة لأنك بحاجة كمان لدعم من قبل رسمية وبعتبر أنه بلشت هيدا الشي بإقامة أول بطولة لبنان رسميا اللي كان شغل بين إتحاد اللبناني للدرجات مع الإتحاد اللبناني للألعاب البرالامبية للإتحاد اللبناني فبس يصير في هيدا الشغل مع بعض خلص حسن بعدك بعدك بتفكر أنك مقعد بعد هالإنجازات اللي عم تعملها يعني من 2008 أنت عم تحرز أها بقلك شغلة مرة سألوني إذا بتحب تقوم إذا بدك تقوم تمشي شو بتعمل أول شغلة دايما بقلنون يمكن بروح بنبش على ويلتشين اللي إرجاع قاعد عليها عن شديد خلص تعوجت عليها بشي بتتعود عليها بس بدك شغلة هيدا تعود مش بس تعود عليها كل العالم تعود عليها بس الإنجازات اللي وصلت له وعملت له هيدا اللي خلتك اتحب الويلتشين اللي إنت قاعد عليها هيدا يعني عم تحصل على مراتي بقولها هيدا مش شغلة مش سهلة خلص بتتأكلم مع الشي اللي إنت فيه وبالعكس في نيات كتير إذا بقل لك بقل لك يا يمكن تقول أحلى وكتير إنه شو حلو هالجملة اللي قال لك شو هالسيال حلو هالتخطي بس هذا راجع على شو هالتخطي حسن عن جد يعني إنت تحديت وتخطيت راجع على شو يعني هل هو دعم فيه جمعيات عم تدعم هل أكيد الأهل الله يخلي لك يا هم أنا تحية كتير كبيرة لألون بس تخطي أنا بتصور فيه قوة داخلية وفيه قوة خارجية الإنسان هيك أو عمامة خارجية إنت هل قوة تتخطي منين جبتها أكيد الأهل اللي إلون دورني كتير كبير رفقاتي كل حدا عم يدعمني بهذا الشي اللي عم بعمله أكيد إله أثر له هالشي اللي عم بعمله آآ فهيدا يمكن عم بيخلينا عديش عندك إيدين قوية؟ بالكباش شو الوضع؟ آآ هلا بعد الحل عم نجري لا بش معي صلى الله عليه حسن الجمعيات آآ أدي عم بتكون داعمة يعني اليوم ما بعرف في زائرة الرياضة صح هل عم بيكون من الجهات الرسمية عم بيكون في دعم معين؟ آآ الدعم متل ما أنا قبل أنه بلش بإيقامة أول بطولة رسمية آآ جمعيات كتار آآ عم بتشتغل هيدا الموضوع من ضمن تجارة حال فونديشن عم يشتغل ليطور وينشر ثقافة المقعدين بالعالم وباللبنان خصوصا أنه اللي هو الكلمة الكرسي مانا كارسي فيه امي ما يعمل له كارسي والإنسان هو فيه يعمل له وسيلي للنجاح متل ما انت عملت مية بالمية متأ ساعدتك لأنك تحرز هالالقاب هلأ شو راح بصير بالسويد لخبرنا شوي عندك فكرة كم مشارك وكما كذا وهيك ومين راح يكون أكيد السويد هو بيثماني وتسعة الشهر كما قلنا كمان بيثماني هو السبق الضد الوقت وبتسعة سبق الرود ريس هلأ عمشوف كنت المشتركين لان فيك تعرف مين بينزم معك بالسبق في معي بالسبق مركز سادس بالعالم بطل الدنمارك مايكل صحة الفرصة بتعرفها لها هدك السنة في الأول بآسيا حيكون في أسامي كتير كبار ورحيكون مفتوح لكل العالم أكيد كل العالم أسهي بطولة أوروبا رح تكون سبق من ضمن أوروبا مفتوح لكل العالم وهيدا السبق بيعطيك نقاط لتخولك تتأهل الأعب البراليمبية فكل ما جبت نتيجة أحلى كل ما بتتخولك أكتر بدك تجيب نتيجة أحلى خلاص على التبريل هم نعملوا يعني خلاص لازم بوديوم يعني يعني أنا هدفي لهيدا السبق يكون بوديوم أقدر جيب مركز أول ثلاثة تكون إنجاز لإبارة أنا متوقع لك لعد خلاص خلاص يفكي هيك أطلع فيك حط الصورة براسك هدي ما أنا بقول له صدق تصلى حسن تطلعاتك المستقبلية يعني نحنا اليوم حسن إن شاء الله البطولات الرسمية رح تتكرر وهلكميل هل تراكم من البطولات رح يخلوا حسن شو للمستقبل؟ للمستقبل مثل حيا الله شخص يعني سباشال نيتس أم لا اللي هو هدفه يوصل بالحياة للألعاب الأولمبية أنا هدفي إن أوصل اليوم أيام للألعاب البراليمبية إذا وصلت خلاص بأتيد ما في خلاص ما عندك خلاص حسن بظل في عندك شي جديد ترجع تحققه برافو يمكن شي جديد تكون عمواعي بلبنان أكتر لأشخاص ما تحط ما تقول ما فيه أوصل لا يمكن حط برأس قدر تقوصل يكون لهيري فيك توصل الهدف اللي انت بدك يعني أنا عم شوف حسن يمكن عم بتطلع بالنظرة اللي عم بقولها جوزاف أنا فيه شوف حسن بعدين فاتح هو نادي وعند يدرب الأشخاص طي يوصلوا يصيروا هن الأول وأنت حبزني السواء اللي حسن طرني بعد لهو فعلا يعني شيف حسن عنجزه قدر يدرب أشخاص بعدين الله راد بنستقبل فهن يوصلوا يكونوا الأول كمان إن شاء الله يعني إذا هلأ عم بشتغل إن أنا أوصل للهدف البدلية وعنجد من بعد ما أوصل إذا حدا بده أكيد مساعدة أنا حاضر وحتى هلأ عنجزه يتحيى الله شخص بده أي شيء مساعدة شيء يمكن من خبرتي الصغيرة عنجزه يتواصل معي ممكن على التواصل الاجتماعي حسن دية في فوت يشوف ويتواصل معي أنا مستهد ساعد حيا الله حدا بده شيء بالسبور للسبشل حسن أنا بدي منك كلمة نهائية هيك أخيرة حسن شو بيطلبوا اليوم من المجتمع اللبناني ومسلوطات رسمية اللبنانية عندك مطلب معين؟ اللبناني يطلبوا أنه بدل ما هلأ صار أول بطولة رسمية نضنع من نكمل وما نوقف هون نضنع من نعمل بطولات رسمية؟ أكيد لازم كل سنة نعمل كذا سبق لبطولة لبنان اللي حتى ياخد الخبرة لأنه أنا بقول لك نتمرن وكل شيء نحنا ما منسى نتمرن على طريق صعبة نتمرن بمطرح مسكر بس بحاجة أنك تتمرن ونتطلع على برا فهول سبقات اللي بتخليك تسيط الإكسبرينس طبعتك وأكيد تكون عم بتشارك بطولات رسمية مثل بطولة آسيا بطولة العالم وهلأ خبرية كتير حلوة أنه الاتحاد دولي للدراجات عترف رسميا بالبطولة العربية حلو ففي صار ينعمل بطولة عربية للبراسايكلينج بعد ما صار إن شاء الله بتصير مثل ما صار أول بطولة لبنان بتصير في هيدا الشيء كمان خطوة كتير حلوة والبدأ هيكل شخص إن كان على الويلتشر أما لا طالما في هدف براسك مفيش ببقفك حط هدف إدائمك وبتصل أسان تعرف إنه كمان كن دائما مندع نحن لأنه التفات السلطة لأشخاص يعني هون لفت له النظر حسن بتصور حكما بالإنجازات اللي عملها يعني يمكن هون كمان في دور على على الشخص اللي عنده حاجة خاصة كمان إنه هو لازم يلفط النظر بإنجازاته اللي بيعملها ما حدا يستسلم كلنا فينا نكون مقعدين كلنا مقعدين بس نحن فينا نقف عجرينا بعزمنا متل ما عمل حسن صح مية بالمية أنا بدي أشكرك جزاف حسن بدي أحييك وإلك تحيي لألك أول شيء لأنه أنت صاحب هاللقب هيدا أنت صاحب الإنجاز بدي أحيي أهلك وكل الاسبانسور وإدعي كل الناس وقفوا حدك تبضلك هيكي عم متقلك يا رب وبالنجاح الدايم يا حبيبي بالسويد وبكل المطارح اللي بترح لها مرسي كير لألك وعا الاستضافة إلك ولجزاف وعن جد كل مرة بقوم ما كون بيعتبر يمكن بارتاح ما كون هون بيتك حسن وبدك تمضيلي هلا لأنه إذا ترجع بطولي بمونيك وتعطحك معنا حسن جروبك سلفا نحن الناطرين الجديد خبرنا على نحن نسوي على الفيسبوك خبرنا دغري شو شو بيصير معك عبيل أعرفه نحن وياكم كمية على الصباح بعد لبريك خليكن معنا